أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبوث الرحمة العالمين سيدنا محمد هنكمي الكلام عن السيكونس النهاردة قال لو أنت عندك سيكونس بالمنظر ده عبارة عن 2 5 8 11 14 17 and so on لأوا بلاحظة غريبة جدا 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 لأوا إيه بقى إنه لو مسك ده عمله بلاس معنا هدي كامل لو عمل 10 divided to هدي كامل هدي في نص وأساسا الأوبريشن إنك تعمل حاجة بلاس حاجة أوفر عددها ده اسمه أريثماتيك مين إرثمه هي ابن الحلال قال لي بأدوة هو الأريثماتيك مين بتاع اللي قبله و اللي إيه و اللي بعده قال لي في أي مكان قال لي في أي مكان يعني لو خلت مثلا دي على سبيل المثال لو عملت 14 مع 20 بلاس مع بعض هدي 34 divided to 34 divided to equal 17 قال لي الله إذا المعنى ده كمان يعتبر أريثماتيك مين من اللي قبله و اللي بعده قال لي آه و ده نفس الكلام و ده نفس الكلام فده يا مستر ياسي بي من 5 بلاس 11 16 over 28 قال لي معنى كده إننا الكونسيبت الأساسي بتاع تعملي يا رجالة من البي فالجالة هي اتعبونا عن سيكونس طب مستر الكلام ده نسفيد منه إنه twice ده إقوال ده بلس ده وبالتالي twice ثري ماينس ثري بي إقوالس ثري بي ماينس تن الأولاني بلاس تو بي بلاس كامي يا رجالة اعمل سيمبليفاي حيبقى سيكس ماينس سيكس بي إقوالس ثري بي مع تو بي يبقى عندي 5 بي نيجيتف تن مع بوزتف 5 بنيجيتف 5 هاتي السيكس اللي احياني بالبسط بي بقى 11 بي وهاتي الفايف اللي احياني بالبسط بي بقى 11 يبقى البي إقوال دي كام عفكرة هي المعلومة دي اختصاريتي ستيبس أنا كنت ممكن أوصي نفس الكلام ده بالفكرة القديم إنه سمي ده تي 1 وده تي 2 وده تي 3 وقولوا مني تي 2 ماينس تي 1 سيم سيم مع تي 3 ماينس تي 2 لأن الهاتنين إقوال دي لو جبت تي 2 النحية دي دي نيجيتف ترجع بالبسط بي يبقى twice تي 2 إقوال ده يعدي بالبسط بي بقى تي 1 بلاس تي 3 twice تي 2 وهو هو twice ده إقوال تي 1 اللي هو ده 3 تي 3 بي ماينس 2 بلاس تي 3 اللي هو ده أنا بدأت من هنا على طول توفضت الخطوتين دول وجبت من الآخر وحليت على طول طب تعال نشوف مع بعض لو حبينا نشوف مساءاتها يقولي Proof that in the log 6 is an arithmetic mean between log 4 و log e بأوة ده هي two numbers اللي عايز منهم يعمل arithmetic mean طبعا أنا هنا عشان نعمل arithmetic mean فأنا بشغل طبعا عندي two numbers بشتغل بالكونسبت الأساسي اللي هو sum بتاعهم divided by two ولما يكون عندي log plus log فأنا من الحقي إن أنا أخد log واحد وعمل الاثنين multiple line مع بعض كده بجد قالي اوه استعاني فتكر مع بعض الزمان خلني إيه في log لو أنت عندك log كده 7 minus log تاني كده 5 لو اثنين log واحد plus والتاني minus فأدjskando إيه وحط إلى un وحط 7 minus for over 5 لأولي ثنين بال puedass يبقى لانتابات لانتابات35 لانتابات ومن ثلاثة FEW يبقى لانتاباتitä ممال فorious sentido iya وحطيت log puk over cam 6 over 2. تروح 2 مع 2 يبقى كهولا اللي هو عايز يوصوله. بيقولي if the ratio between two numbers three to four and the very arithmetic mean twenty four point five. عايز two numbers ايهم. فانا هقوله لت افرد ان the two numbers دول ها اركام وكم اي حاج او بي مس اكس واي ام وان اي حاج. وان تاني ratio ما بينهم equal three to four. doesn't mean ان the a equal three افدا وللبي equal four غلط. لكن it means ان the a equal three m والبي equal كام. ولا فاهمت معدالي صح? طب يعني ايه ذير arithmetic mean يعني نفز على اتنين دول الاثماتيك مين? concept. ان انت بتقوم جاي عامل البلاس بتاعهم. هم? over two. ايه تم مدايه Mr. is. is يعني equal twenty four point five. لما خط ده كده هو. ولو عايزين يجيب two numbers بيعايزين اعرف m بكام? هخيدي ده over one. دول مع بعض ب seven m. seven m by one ب seven m. وده بي ده يديك forty nine. بيبقى seven n seven m equal forty nine. وحعمل divided by seven import five. يبقى m equal كام. اما يبقى seven. هخطها مرة هنا. وحطها مرة تانية هنا. يبقى a equal three by seven between twenty one. will be equal four by seven between eight. كلمة arithmetic نين يا محترم. يعني انت تجمع الحاكتين تعمل two divided by two. انهم اتنين. اتفاقنا? في الوقت يا محترم يقولي يبقى arithmetic mean between two numbers x and y is ninety. ده احطل هنا بقى. معنى كده انا ما عمل x plus y divided two تطلع كامية من الحلال. and arithmetic mean بين دول 61. يبقى انا كمان هجمع اتنين دول بلاس بعدة two x plus four y. وعملهم divided by two يطلع كامية من الحلال. عايز x y. طبعا ميكروس multiplication هنا. يبقى x plus y by one by x plus y equal 38. this is the first relation between x and y. ولما مع ميكروس multiplication هنا. يبقى عندي two x plus four y equals one hundred twenty two. ده علاقة تانية. وقدر عملهم mode five one one وطلع x وطلع. طبعا الشرط الهنا. ممكن هنا امشي two مع two مع two. فبقى هنا two. فيبقى عندك x plus two y بس equal sixty one. زي تعمل ايه تمشي مع لي ودي. حين اجلني في one. فبقى عندي هنا كده x plus two y. وتحت ايه فيش حاجة. بx plus two y equal sixty one. انا عفت نعمل بقى مود five one بين ده و بين ده و نعمل او بين ده و بين ده. يعني ده و ده و ده و ده. بقى ندول زي ده وزي. انا عفت نعمل بقى مود five one. انت نفس الانسر. تعالى نشوف كم عنا واحدا. وليا مستر يسر ايفه الآخر. ايفه الآخر. ايفه الآخر between two positive numbers. وطبعما قالك هنا انه هم positive وصفهم positive. يبقى لو تدع معي في النص حاجة بال negative أرفضها. فقى ليا ارفوز. الديفرنسي بين two positive numbers is eighteen. and the product exceeded 3 times the arithmetic mean by seven فايند تو نومر. لازم اول حقوله لات يا مستر ياسر لات عندي هنا افرد ان التو نومبرز يا محترمين هم مثلا او بي. اول جزء قالك ايه? قالك ان the difference between the two positive numbers is 18. معنى كان انا لما اعمل ايه ماينس بي تطلع معايا بكاميرا الجالة. دي اول علاقة. علاقة التانية قالك اندي با. قال لي اندي يا مستر ياسر. their product يعني their product الملتبلاي بتاعه. يعني هعمل اول بي ملتبلاي مع بعض. exceeds. exceed دي قلت معناها ايه? مينوس. three times يعني three ملتبلاي. times mean their arithmetic mean. الكنسبت بتاعهم انك تعملهم بلاصد divided by two. قال لي يا مستر ياسر باي يعني equal seven. الوقت عشان هنجيب the two numbers. دي اعمل solving equation. دي ات first degree لكن دي ات second عشان في ملتبلاي. فلما يكون first to second لازم اعمل يا مستر باي سبستيوتينج. هجيب الايه لوحدها. فبعندي دي تعدي النحية التانية. يبقى انا عندي ايه تين بلاص بي. هاخد ده كده يا مستر ياسر. وحطه مكانة الايه ديت. وحطه كمان مكانة ايه ديت. فبعندي هنا مكانة الاوانية. احطي ايه تين بلاص بي. وحطي هنا بي. بلاص بي تانية over two. ايه كم يا رجالة. حد اخل ده هنا وده هنا. يبقى عندي هنا كده ايه تين بي بلاص بي باي بي بي سكوارد. احطي ايه تين بي بلاص بي 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 سكوارد. خلال مستر ياسر انا ممكن اخل من ده two common factor او ممكن امشي two مع two مع two يبقى كام. nine بلاص بي. جدع. فيبع عندي ايه تين بي بلاص بي سكوارد. ها. مينس three. وهنا عندي nine بلاص بي. وده كله يكوارد كام يا محترم. هدخل نيجتيف three. يبقى عندي هنا كده ايه تين بي بلاص بي سكوارد. ده مينس twenty seven. مينس three بي. مينس seven بالمرة يكوارد كام. حسيب البي سكوارد. وجمع البي مع البي ايه تين مينس three equal positive. وده كده مع ده كده بنيجتيف three four equal zero. يبقى هعمل كده. وهو equal zero يبقى عندي بي والبي ودي عبارة عن two by seventeen positive. ونيجتيف يبقى البي بتو اشتا اخر حاجة. والبي بنيجتيف seventeen ده مستر ريفيوز ده عشان هو قال يفتفه ايه يا مستر ياسر ان انت عندك two positive numbers. البي لما تكون بتو هاخدها واجر بي على هنا. هحط هنا يا مستر ياسر البي بتو. فبعندي ال a equals eighteen plus two يعني twenty. فلما البي كانت بتو كانت بتو كده ايه بتوينتي وكده جبنا. بيقولي هنا ايه و three b three minus b. انا عندي ايه. وعندي three minus b. وعندي كمان وعندي كمان two plus b. وعندي كمان ten ten. ده كله first four terms of arithmetic sequence. عايز من ايه والبي. عملتها شباهة لما كانت اكس واي او مثلا اخد نمع مع بعضها خالص. صح. بس اتعاني شوف بالفكر الجديد او بالحطة اللي نزل التجديد ديت. هتلاقي قد ايه. ال steps هتبقى اسهل. احنا كل يوم ناخد مرمات جديدة في السيكونس. كل ما بتوفر علي وتسهل علي اسهل الاسريب الايه؟ الحل بتاعي. فطبعا انت هنا بقى مش هتبقى بقى t two minus t one وتقول لا 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 مش هعمل كده. هلوك انا اخطط ثلاثة ولا بعض. ممكن اخد اول ثلاثة انا محترمة زي ما انتي شايفة كده. اخد اول ثلاثة ولا بعض. بس لو اتشغلت على الثلاثة دول يا بنت الحلال. هتلاقي ان انت عندك هنا two unknowns a and b. فالوعد الشاطر اشتغل مع مين؟ اخد ثلاثة. اخد ثلاثة. يبقى ما كان twice. ال two plus b. ال same as ان انا اجمع ده مع ده. فهقول يبقى three minus b. وهضيف عليه ten. هدخل ال two هنا وهنا. يبقى عندي four plus two b equals three مع ten. هيديني 13 minus b. هرجع بين يحيا دي. بنيجتيف بي هترجع بالبسطف. فما ترجع بالبسطف هيبقى عندي three b. وهوادي الفور هناك بالنيجتيف. 13 يبقى nine. يبقى b equal three. لو دي three وخدتها حطوطها هنا هوت. فتبقى الاسماتيك سيكوانس. هتبقى عبارة عن ايه? ايه? three minus three zero. two plus three five ten. لو انت بصيت للسيكوانس ديت. هتلاقي انت بتزود five. بتزود five. يبقى الايه بكام اساسا? بنيجتيف five. فالإلا عند ام على الاسماتيك مين. على فكرة الاسماتيك مين ده بتوين اي حاجة يبقى لاتحط في النص. فانعقول لي بقى المعنى كده ان السيكوانس على بعضها. ازا. انا اخط الايه في الاول. واحط ال ال و ام في النص. واحط ال بي في الاخر. عايزي بروف ان ايه ماينس بي equal three l ماينس ال ام. دايما بتاع الماس ما بيجيش الفرصة للانونز ان هتحفل عليه. يعني ما اشتغلش مع اربعة انونز. احتاج اربعة لليش. كل ما بتقلل الانونز على نفسك يبقى انت وتشاطر. وعايز بتعمل ايه. فانعندي ايه و ال و ام و بي ما همش علاقة ببعض خالص. اربعة انونز مختلفين. اربعة سامبلز مختلفين. ايه طبعا حلعة بلعبة زيارة. هو مش ده اسمه اريثماتيك مين يعني ده كوان اثناتيك سيكوانس بتلو ا. قال لي خلاص انا دي حاسبها ايه زي ما هي. لكن دي حخليها ايه بلاس دي. ودي حخليها ايه بلاس تو دي. ودي حخليها ايه بلاس سري دي. كده. يبقى انت تلغي الام وتخليها انترمز في ايه و دي. وتلغي الام وتلغي البي تلغي الايه بقى كله بدل ما ايه و ال و ام و بي بقى ايه و دي بس. بقى عني كم امون ها. في الموضوع بقى الاز. انا لو مزيجت الليفت هاند صايد يا شباب يا محترمة الليفت هاند صايد ده. اللي هو ايه ماينس بي. وقلت ايه ماينس بي وعملت الصبستيتيوشن. فالايه عند حضرتك هنا هو تهييت عبارة عن ايه. ماينس البي عندك عبارة هنكامل بيها بلاس سري دي. بس هتحطها في براكت هنا عشان فيه ماينس. فهتبدأ تقولي يا مستر ياسر ايكوال. هدخي ايه ماينس ايه ماينس سري دي. همشي الايه مع النيجيتب ايه محترمين. معنا كده اني هيطلع الليفت هاند صايد نيجيتب ثري دي. طب لو مزيجنا رايت هاند صايد يا مستر اللي هو ده كده. حول يا مستر ياسر رايت هاند صايد ده عبارة عن سري ال ماينس سري ام. وبالتالي هخط ثري وهفتح براكت. الالة عندك عبارة عن كام? ايه بلاس دي. طب ماينس سري الام بكام? ايه بلاس تو دي. اعمل سنبلفايد دخل سري هنا وهنا. فيابع عندك سري ايه بلاس سري دي. ودخل هنا وهنا. يبقى نيجيتب سري ايه ماينس سيكس دي عشان سري باي تو. السري تروح مع نيجيتب سري. سري ماينس سيكس بنيجيتب سري دي. لاحظ انه ده. زي ده يبقى ساعتها انت عندك ال اثنين اقوال مع بعض. طيب تعال ناخد الموضوع بداية اوسع شوية. هتكلم معك ولا اردش معك. في تو كونسبت. لو رايت التو كونسبت دول يبقى انت خلصت الجزء الثاني من سيشان. اول جزء كان انشانك مين الواحد. انا بقى انشانك مينز كتيرة. اوكي? لو جيت قلت لك خطرتك ان انت عندك كده. 2 عندك 5 عندك 8 عندك 11 عندك 14 مسلا هنا 17 20 23 فاكذا. دايما المين هو ترم ابلي ترم وبعدي ترم. فده ما ينفعش يبقى امين. انا بقولك امتي يبقى مين? لما اعمل دابايتو يطلع دابلس ده. اعمل دابايتو 16 دابلس ده. دابايتو 22 دابلس ده. دابايتو 28 دابلس ده. لو عملت دابلس حبه 28 فعلا. اذا دايما يا مستر المين لازم يكون فيه حد قبله وحد يا شبابها وحد بعده. طيب. دايما فيش حد قبله يبقى ما ينفعش يبقى مين. دا ما فيش حد لبعده. ما ينفعش يبقى مين. طيب هما كلهم كانوا كم ترم. لو عدينا كم ترم. قد معا كده. واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. قال لي اه. اما 7 ترمز. السيكوز دي فيها 7 ترمز. طب فيها كم مين? ها? 5. ليه? ولا لي مش نافع? ها? يبقى معنا كده نحن هنطلع باول كنسبت. انها لو عندي 5 مينز يبقى عندي 7 ترمز. فدايما النمبر اف ترمز. اول كنسبت عندي مهم. اول كنسبت عندي مهم. انه دايما النمبر ها? اف ترمز. از مور ذهن. ها? ها? مور ذهن. انه ها? اف مينز. تمام. كم ترمز. دايما العدد الترمات اكتر من المينز. يعني اقول ذاك سحط مسلا عشرة مين في سيكونز. لو حت حط عشرة مين. بكلهم كمتر؟ 12 اه حط 5 7 اه حط 15 15 اه حط 20 22 اه حط N N plus 2 يبقى لو هتخطه هنزوري كم 2 دي اول معلومة تاني معلومة لو كان ده كده يا شباب لو كان ده كده هو T1 وده كده هو T2 وده كده هو T3 وده كده هو T4 وده كده هو T5 وده كده T6 وده كده T7 يا مستر ياسر ده ده ترمات او القضة بتاع الترمات او ترتبها فده مش نافع مين يبقى ده الفيرس ده arithmetic mean وده السكر ده arithmetic mean وده الثير ده arithmetic mean اه صح وده الفورث arithmetic mean نلاحظ ايه اني دايما ترتيب المين اقلم الترم بواحد فالترم الخامس هو المين الرابع لاني فيه واحد هنا ميت بالنسبة لي فدايما يدين ناقص واحدة يعني لما اقول لك كده تاني معلومة مهمة عندي النهاردة اني لو عندي كده يا محترمين الفيكس ترم السيكس ترم هي T6 وانت عارف كده لكن الفيكس arithmetic mean لا هي مش T6 هي T7 ليه يا مستر ياسر ان المين دايما متأخر واحدة مصر الفيرس لمين هنا وصده مين T2 الساكند المين التاني لا الترم التالت ليه ليه فيه واحد في الاول يتعد في الترم وما تعدش في المين فعشان يتعد في الترم فدايما يتعد في الترم سابق خطوة دايما يتعد في الترم سابق خطوة فلو اداني المين لا ما اسموه مثلا لاني مثلا الفيفت مين ده مش T4 ده T6 بالمعلومتين دول يا جماعة هنقدر ان احنا نحل الجزء الجاي من المسائل يعني عندي معلومتين مهمين جدا 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 ودعا فكرة المكتوب فوق بشكل رسمي لكن ده تحت بالحب كده ان ترككم معلومتين المهمين ان انت عندك يا محترم دايما الـ number of music انجق كل السيكوانس على بعضها انا لغي واحد في الاول وانت لغي واحد اشجاب تحسن في الاربطة ولغي واحد في الاخر فانتوتل الترميط اكتر باثنين لكن لو بعدي من الاول فانا كده اقعت الاولاني بس فدايما الترمي سبب ايه بخطوة الترمي سبب ايه بخطوة سبب ايه بخطوة طب يقولي هنا insert five arithmetic means between two and twenty وخلاش يعني تلقات يا مستر ياسر من الديني هنا كده two ومن الديني هنا كده twenty وعايز احط في النص five arithmetic means قال لي اه فميش عايز اعجاب معك واحدة اتغيرة عشان تفهم اللغة لما كنت بقول لها حياتك find arithmetic sequence انت كنت بت find ايه الايه ويدي طب find الorder بتاع اي حاجة كنت بت find ايه بfind n بfind n وبنبدأ بي ايتيك يا equal given number هو بيدهوني اللي هو الvalue given value بيدهاني او اقول tn يا مستر greater than zero لو first positive او tn يا بنتي less than zero أو first ايه كنت بتاخدنا كنه مع بعض واخدنا كمان مع بعض لو قال لي find 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 الانث ها الانث كنت ترم سيجب ايه لكني بجيب يا محترمين ها tn بسيك وال ايه النت النهاردة هزوي الحاجة ربعا لو قال لي يا mister insert في اي مسألة لو قال insert في اي مسألة انا هترجمها بكون خي يا محترمين ان انت find الدي او بيسألني عن الدي لما خطي 5 ما بين 2 وال 20 يبقل لهم كام 7 لانا حضرت خمسة في النص وواحد في الاول هنا وواحد في الاخر هنا يبقى كلهم كم ترم 7 وده يمثل الايه وده يمثل T7 يبقى لازم ده يكون ازل من هنا باثنين لو فايل يبقى T7 قالت هنجيبي دي ازاي تو يغير الطاقة له ما انت عندك T7 بـ 20 وانت عارفين ديت عبارة عن A plus 6D equal 20 والA plus 2 يبقى 2 plus 6D equal 20 يبقى 6D equal 20 minus 2 يبقى D equal 3 مغالب ما يبقى تدين انت خلصت السؤال لان الخلاص هتعرف تعمل insert بتاعك لانك هتحط هنا 2 وتزود 3 وكمان 3 وكمان 3 وكمان 3 وكمان 3 وكمان 3 ويبقى خلاص يبقى انت عملت خمسة مئين احمد 5 و 8 و 11 و 14 و 17 يعني قلت لسيكنز زي كده سيكنز زي كده وعايز insert term خلص يبقى Tn equal A plus n minus 1D وحط مكان A2 plus n minus 1 ومكان D احط 3 وفك البركت داو دا يبقى عندي هنا كده 2 plus 3 n minus 3 فبقى عبارة عن 3 n minus 1 وده كده اسم ال n في term كلها انت بس ما فيش اي هي ولا اي دي يعني انت دي يعني انت دي انا عشان insert 11 الكميين يبقى انا حبدأ ب 25 وحختم في الاخر ب negative 11 وقول انا احط في النص يا مستر 11 arithmetic mean يبقى لي T13 طب لما يكون T13 يعني محترم equal negative 11 وده عبارة عن A plus 12D يعني محترمين equal negative 11 وده كده هو الاي يبقى انا عندي كده 25 plus 12D equals negative 11 ده يعدي الناحية التانية يبقى 12D equal negative 36 تبقى D equal negative كام negative 3 يبقى sequence بتاعتي يا مستر arithmetic sequence هتبقى عبارة عن 25 ونقص 3 ونقص 3 وحطو نقط بقى مش معقولة حكتب يا مستر كل الايه الـ 11 mean صعب الكلام ده يبقى معاكلة هتفق معاوليني لكلمة insert يعني بدور على مي الاول طيب هنا كان بيقولي insert 11 11 insert 5 كان بيقولي number اللي انا حمله insert هنا بيقولك اي بقى How many arithmetic means can we insert between 20 and 170 How many arithmetic means انت بيسألني عددهم اقولوا اه حقولوا حفر يا مستر ان هما N حفر دوما ايه يبقى انا حلات يا رجالة ان الـ number of means او arithmetic means is N انت هت insert them between 20 and 170 معنى كده انا هيبقى عندي شكل sequence هناك في 20 هنا في عندي N arithmetic means هنا عندي يا مستر في 170 ده منظر بتاعي طيب لو ديت يا مستر ياسر احنا وصفناها بايه فدي حنوصفها يا شباب يا محترمة ها بTN plus 2 انا تو اسفدنا من كده يا مستر ياسر انا ازاي انت ما يكون عندك TN plus 2 equal 170 دي نفسها بتتفك ليه يا مستر ها ليه بلس ون بلس 1 وهنا D equal 170 الـ A عندي 20 يبقى 20 plus وعندي N plus 1 وهنا D equal 170 حوالي 20 الناحية التانية يبقى N plus 1 وهنا D equal 170 minus 20 تطلع 150 لانا جيت مسكت الحتة دي كده يا مستر وبسيت عليها الطارجت بتاعي ان انا اجيب الـ N عشان اجيب الـ N اللي يازم اعرف الـ D يبقى هنا انا اسني يا مستر ان انا اعرف الـ D انا في الطبيعي مع كلمة insert بجيب دي في الطبيعي بجيب يا جماعة بس هو كمان طالب مني number of terms how many terms واللوقتي انا بدور على حاكتين N و D فانا بالحرقة دي جبت اول علاقة تجمع بين الـ N و D جبت اول اي يا رجالة علاقة تجمع بين الـ N و D عايز علاقة تانية فالربين مكذبش خبر قالك يبقى if the sum قال لي هنا كده if the sum of the fifth ها and the twentieth arithmetic mean is five times is five times the sixth minute term تقول يا ابن الذين يعني انت هنا انت هنا يا مستر ياسر مشغلني مشغلني يا مستر ياسر هنا بالمين بالمين وهنا مشغلني بالترم اقول لك اه هو عمل الصم بين مين و مين ها الففتينث والتوينتث صحة لا بس لما وصف الففتينث والتوينتث الذي وصفهم بايه و احنا اتفقنا مع بعض حامل remember وفيع remember وفيع remember وفيع جدا ايه بقى يا مستر ياسر لما ولك كده السبنث arithmetic mean حمادة اما السبنث term حمادة تانية الترم خلاص هو تي سبنث لكن المين دا ما متأخر فالسبنث هو تي كام؟ تي ايت طب لما يكون السبنث في مين هو تي ايت يبقى الففتين في مين هو تي كام؟ سكستين سكستين فأنا هعمل كده واللي يبقى أنا عندي يا مستر ياسر تي سكستين بلس التوينت ثمين يبقى تي كامل جالة توينت فاست إز يعني يكبر فايف تايمز يعني فايف مالتبلاي السكستين ترم شخصيا يبقى تي سكست شخصيا دي العلاقة اللي حتساعدني عشان يبقى الايه ها فالطانية تفكر كل ترم دا بقى ففتين دي دا بقى توينتي دا بقى سفايف الايب كام عندك؟ توينتي و توينتي تبقى كام؟ دابل ازا ثلاثي فايف دي ليخش هنا وهنا تمدين فساحب توينتي بلت يبقى فايف باي توينتي بكام؟ بلس توينتي و فايف دي رقى توينتي خطي سكس هنا ديفيد سكس فالفو سايد ديفيد سكس ففايف دي ازاق فاهم قالي فيه insert يبقى أنا بدور عادية يقول لي هنا يا مستر if we insert some arithmetic means between 6 and 36 انويتش اي رشي بتكيني ودات علاقة قالك فايند نمبر اف مينز يعني كمان بيسألني عن اني يبقى هنا في كم حاجة ها اتنين لازم تكيب علاقتين علاقة بالنهاية بتاعتنا علاقة التانية هعملها من انا بيهو واحدين هالباريليشن طب مستر ياسر احنا الاول حليت يا رجالة ان النمبر ها اف ترمز اف ترمز يا محترمين هي ان انتفقنا خلاص طب مسترس يبقى السيكوانس عامل ازاي شكلها عامل ازاي شكلاك التاني 6 وانا عندي ن اريثماتيك مينز وانا عندي 36 يبقى السؤال اللي بتح نفسه علينا الكابتن ده هيبقى تيك ن بلاس 2 ليه عشان فيه ن يبقى الوقت لاندي تي ن بلاس 2 دي ازا سيم اي 36 يبقى انا عندي ايه بلاس لما لاقص من دي واحدة تبقى ان بلاس 1 دي ازا سيم اي 36 والاي عندي ب6 فهعمل سبستيوشن بلاس ان بلاس 1 وان سي بي دي والي equal 36 خبادي 6 هناك بالنجتب لما تعدي بالنجتب الناحية التانية يبقى عندي ان بلاس 1 وهنا دي زي ما هي equal 30 and this is the first relation between ان and d طب جبنا علاقة بالان ودي ايه العلاقة التانية هو بدني هالبا الان فين هي الهالبا الان هي قالك the ratio between the sum of the first two means to the sum of the last two means is one to three اولا طراما ايه الكلمة ratio يبقى انا عندي يا مستر حاجة او بالتانية فهعمل كده انا عندي فراكشن كده قالي فوق the sum of the first two means مين يقول لي ايه هم اول اثنين مين يا ولد حقا انك هذا متمكن اول مين هو t2 لان t1 مش محسوب والتاني مين هو t3 يبقى زي الولاد الطائم ما قال لي هنا t2 plus t3 ربنا يحميك يا بنتي قال لي two يبقى حنزل تحت ما ريشه حاجة وحاجة two to three يبقى two to three تحت فحنزل تحت واجيب الصم بتاع last two means اخر واحد الال ده مش محسوب مين يبقى اللي قابليه هو اول مين من وراء مش انت من قدام اول واحد مش محسوب ومن وراء اخر واحد مش محسوب يبقى اول مين من وراء من last هو t2 last بlast الكلام ده ايه كوال كام ها يبقى ratio is one to three طب تعالتوا بقى ازاي نستغل ده عشان نطلع علاقة تانية فيها a n و d او d بس وعاول تجيب ال n او n بس عايب ال d قال لي t2 يا مستر من قدام انا ممكن فكها ال a plus d و t3 عبارة عن a plus 2d طيب t2 من وراء الفرق من قدامه وراء ايه حد اعرف ايه الفرق من قدامه وراء قدامه ايه قدام a plus ووراء الى minus صح ف t2 او مثلا t5 يبقى من قدام a plus 4d ومن وراء الى minus 4d طب t2 a plus d يبقى التانية منها الى minus d طب t3 من وراء الى minus 2d equals كام يا محترمين قال لي طب ما نلقي عندي يا مستر ب6 طوله يا ابن اللعيبة تصدق صح لو خطيت هنا 6 وهنا 6 حيبقى عندي 6 plus 612 ولو خطيت d مع 2d يبقى كام طب من تحت لو خطيت هنا l وهنا l طب ما ال l عندي 36 اللاست ترم هو ده اللاست ترم يا جماعة 36 36 plus 36 يبقى 72 وهجمع negative d مع negative 2d تبقى negative 3d equals 1 over 3 هعمل cross multiplication فال3 تعمل times 4 يبقى 36 plus 9d equals 72 minus 3d هجيب 3d النحياني بالبسطف يبقى 12d equal حوالي ده بال negative يبقى 36 يبقى d equal كام بخط 3 هنا يبقى يبقى هنتكلم عن الصم لو عندها حضرتك مثلا على سبيل المثال يعني sequence عاملة كده هبقى عن 2 5 8 11 14 15 17 20 23 and so on وضربت من حد من الناس المحترمة اللي عادة قدامي الشطرة انه يجمع لي الحبة دول كده تفتكر دول كده الصم بتاحهم كامل 25 و25 وعرفك 25 كمان و25 كمان هكذا حسنا انت كل يبقى من الزور السريه واتنقص لي الزور السريه واتنقص لي فالبزيل هنا يبقى من هنا هتلاقي الصم دائما السابق معا دعنا دعنا نتكلم مع بعض ان احنا هنجمع دول بس هيطلع معايا الصم بتاعي زي ما انتم قلته كام كام طب ده الكلام وحنا نجمع مع بعض كده يا مستر اسب الحب تعال نتكلم مع بعض لو احنا هنجمع مع بعض بروتس قلي بقى عيروني الاسمع والازال قلي عشان نوصل للففتي في طريقتين مختلفتين لازم يبقى عافين لي اثنين كويس عشان ساعد يسأل هنا وساعد يسأل هنا ايه القانون قلي الصم يا مستر ياسد لأي عدد عندك ان هو عبارة عن ان او غير توب ملتبلاي ايه بلاس اد ده كون الاول كون الثاني ان اس اني مستر ياسد لأي عدد ان اسم لأي عدد هو ان اوفر تو وهنا عندي كده تو اي بلاس وحط ان ماين نس ون مع مين مع دي بس هنا بقى فيه كومات صغرنا جدا دايما يا جماعة الايه الايه ديت في كل وقت الستارتنج بوينت فالايه هو الستارتنج بوينت يا مستر ياسد بتاعة الالفابت الالفابت تبدأ من ايه السيكوانس ها تبدأ من ايه من ايه هنا بكام اه ب كام الحتة اللي انت بادت منها تعمل الصم انا نبدأت الصم من كام يبقى ال L مكتوبة في الول ده مش ال L بتاعت السيكونس لا هي البداية بتاعتي اللي حبدأ من عندها اعمل صم إذن ال E ديت مش هي 2 لا ال E ديت يا مستر ياسر هي ال 8 وال A دي كمان هي ال 8 طب مستر ياسر ال L ده عبارة عنه هو اخر حاجة يبقى هو اخر حاجة انا عملت لها صم اللي هو مين السيفنتين يبقى ديت هي مين يا جماعة السيفنتين يعني معنا كده يا مستر ياسر ان ال E مش E ولا ال L ال E مش L في دماغك ال E مش E بتاعت السيكونس ال E تعني هو هتحط مكاني ال E ديت اول term مبتدلت تعمل لي Add وال L هو اخر term تعمله Add طب السيكونس اللي قددنا دي فيها كم term لو بصنا عليها كلها حاول فيها تمانية ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 فيها كم واحد لكن ال N اللي عندي هنا في الشغل مش اصد بها التمانية كلهم قال لي عايز number of terms which we add احنا عملنا اللي كم واحدة 4 يبقى لازم احط في المكان ده يا مستر ياسر 4 وفي المكان ده يا مستر ياسر 4 اما ال D الوحيدة هي الحاجة الاصلي الوحيدة يا مستر ياسر الاصلية لانها سبتة جوه سبتة وبره سبتة جوه الريكتانجل سبتة وبره ريكتانجل سبتة فال D دايما هي دي الشيء الوحيدة اللي مش مزور هو يا مستر ياسر من الدين اما ال A مش ال L في المارك لا ال A الا لو هو بدأ يجمع من الاول لو بدأت اجمع من first turn ما خلاصي اخل ال A من first turn لكن ال L بتاعه بدأ من T5 يبقى ال A بتاعتي هي T5 بدأ ال L بتاعه من T9 يبقى ال A بتاعتي هي T9 لو بصيت لها من نظرة الماس هتلاقي ان الاولانية دي تجمع بخانون ده فيه اربع قنون ال S وال N وال A وال L والاخير ده فيه اربع قنون اللي هو مين ومين ها ال S وال N وال A وال D عدد الفلتوع الماس تمامون solving equation لما تكون ال relation اللي عندي mathematical relation فيها اربع قنون فيه كذا كتاجري وكذا السجم المسائل في مسائل وده أبسط شيئ يديك تلاته تجيب ال الرابع يع耳 ارى ممكن يا مساء عمyz انا عندي مثلا في النها hàng S و N و A و L حديكaa A حديكaa L و L تجيبه انتا الأ S حديكaa A وال L تجيب انتا الأ S حديكaa l يعني حديكا تلاته تجيب IM ال الرابع ونفس الكلام هنا امتى بشتغل بالده وامتى بشتغل بالده بشتغل بالده لو هو بتكلم في ال D بشتغل بالده هو بتكلم في مين ها في ال L فهو ال-n هنا وهنا وال-s هنا وهنا وال-a هنا وهنا الفرق هنا ال-last term which we add وهنا ال-d بتاعت السيقونس لكن هنعلم في كاتجري ونقول لك ساعات يا مستر مسألة أطلب منك مثلاً السيقونس وانت قراجل الشاطر عشان تجيب السيقونس ما انت عايز من ومين فحديكي علاقة فيها ال-s وال-n وأخب بال-a وال-d فحتعود بال-s وال-n تجيبي أول علاقة بال-a و-d واحدة تانية تديكي s و-n تانين ويجيبي a و-d فعندك two equations and two unknowns كل الكلان نحن نشوفه مع بعض دلوقتي في مسائل يبدأ يا مستر يجب أفهمي ازاي تتعامل مع دول طب هل فعلاً دول يا مستر لو اشتغلت بيهم هيتطلعوا نفس ال-fifty أقول لك أنت مش مصدقني تعاملها لك تعاني نجيبي s 4 ايش معنى 4 انا بجمع 4 طب مستر يبقى ال-n 4 over 2 ال-a بتاعتي مش داية لا ال-a بتاعتي 8 وال-l بتاعتي مش داية لا 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 خالص هي 17 لو جمعت دول مع بعض ديك 25 25 وديك two 25 by two fifty اكترى الفعال نفس النتيجة طب هنا حراجبت s فور حيب عبارة عن هحط 4 over 2 2 multiply a ال-a بتاعتي عبارة عن كام 8 إنه minus 1 فهقلل من دا واحدة فالفور تبقى كام multiply d دي عندي سابتة بكام فلو عملت دا واحدة 2 وهنا حطيت 16 plus 9 فال-16 plus 9 25 25 by 2 وبالتطلع بـ 50 يبقى فعلا القرون دي سليمة 100% بس المهمة او اخد بالك إن ال-a اللي انت عرضت بها هنا مش ال-a بتاعتي السيكونس ال-a بتاعتي السيكونس ال-a اللي بتعمل بها substitution هي بتعمل عندها تعمل add أنا بدأت منين ال-a ديت انت بدأت منين إلا لو قالك انت هتعمل add من أول term لما من أول term خلاص بأخده هو هو خلاص بدأ find the sum of the first twenty terms أو إن كلمة first twenty فهو بدأ من أول خالص فحاخد ال-a بتاعتي السيكونس تصلح a لل-sum صح؟ يعني ال-a بتاعتي السم حاجة بأسرية واضح إنه دي عندك بتن وبيجيب السم لـ twenty terms يعني in between بـ twenty يبقى إيه اللي يشتغل بي هنا؟ بتاع ال-a وبتاع ال-d صح كده؟ يبقى على حسب الجيفن هو هي يا ابني؟ ها؟ بدون يقول لي يا مستر اس أنا عندي ال-s here equals n over two وعندي هنا كده two a plus n minus one وعندي هنا كده d حقول لي يا مستر فأنا هتجيب هنا كده s twenty يبقى أنا عندي twenty over two وعندي two multiply three plus n minus one فال-twenty تتحول ل-nineteen ويدي عندي بتن أوكي حتى يبدأ دخلوا بالكالكولياتور سأجيب السم اللي انت عايزه find the sum of twenty-three terms يبقى الإن عندك بكام يا حبيبي of sequence وميديك الفرست term يبقى بكام الفرست term وهذا كال-t twenty-three اللي هو ال-last بانت بتجمع twenty-three كلهم يعني تتجمع من أول واحد وماشي ماشي 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 لحد-t twenty-three اللي هي أعمال عن fifty-seven وهو عايز يجيب يا مستر الصن بتاع-twenty-three كلهم يبقى يبقى أنت عايز كل ده يبقى ليه تمثل ايه وده يمثل مين ال-l يبقى يبقى عندي ال-l يا مستر fifty-seven ويبقى روني المناسب هنا ان sn equals n over two وخطي هنا كده a plus l وبالتالي يبقى عندي twenty-three over two اللي عندك ب-three وال-l fifty-seven فتح سابقك find some of these sequence حبيب قلبي يا مستر some sequence كلها قالي كل sequence قالي كلها 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 يبقى ال-a بكام عندي و-d عندي بكام سري اني كنون اشتغل بي ده او ده الاولانية مستر ياسر n over two a plus l او التانية مستر ياسر n over two two a plus n minus 1d سوا ده او ده انا مش في الكتيرة مش في الاي والدي بس لك مش هعرف اعمل اي صمت غير ما يكون عندي number of terms which we add. انا بعمل بلاصل كم واحد. كم واحد دول. دول عددهم اديه. الله اعلم واعلم. يبقى هنا يا مستر ياسر مش بديني الكلام مباشر. انا عندي اربع حاجات. الاي موجودة والدي موجودة ممكن اشتغل بالتاني. الاي موجودة والل اشتغل بالاولاني. بس اللي هعرف اشتغل كده ولا كده ما عنديش number of terms. 治มين. ويعمل علي نظيف ت screens and to find the number of terms. ويعمل علي نظيف ت acron hat. عشان انا أعرف انه في كم observing لازم اعرف دوت هو تي كام. يا تال блиتي كام. فحنحلها زي اصي och tusRA crownably yes. انا عندي un equals 52. ودي عبارة عن e plus n minus 1d equal equal 52 الاي عندي يعني محترمين ب4 بلص إنه minus 1 ويديه عندي ب3 equal 52 حاودي الفور هناك يبقى إنه minus 1 وهنا عندي 3 equal the 48 حامل divided by 3 يا محترمة هنا وهنا يطلع معي 16 يبقى عندي إنه minus 1 equal 16 يبقى الاني equal 17 يبقى داع بره عمست عن sequence consist of 17 terms وهو عايز sum بتاع sequence يبقى عايز sum بتاع كل 17 تشتغل بقى بالأولين بالتاني مش دي القضية اللي عندي إذا معنا كده إنه مش شرطه كل مرة يدي يا حضرتك يا مستر إديتها كاملة لا أنا دي خدتها المرة اللي فاتت إنه أنا أجيب يا مستر number of terms of the sequence by finding the order of the last term وده اللي حصل فعلا أنا محتاج أعرف ومكام term عشي قدر أعمل sum بتاعهم لازم أعرف الان مش حقدر إذا أشتغلها بالقنون الأول وإذا بالتاني غير لمعه في الاند أدين find the value بالكلام ده fraction عايز جعب ده بكام قال لي عادي يا مستر مع ايد ايد fraction ده قال لي يا ابن اللعيبة ده حضرت لي في النيوميليتور arithmetic sequence وحضرت لي في الديوميليتور arithmetic sequence تانية إنت ربصيت يا محترم مع النيوميليتور وإذا بدأها كsequence هتليها 1, 3, 5 and so on up to 41 وعايز يجيب sum بتاحهم عشان هو أحضرت فوق هنا plus plus يبقى هو عامل كله plus 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 فعايز يجيب sum بتاع sequence دي عشان نجيب sum بتاع sequence دي أنا عندي قدام عناية دلوقتي أنا شايف أنا ياسر شايف ان ال A موجودة و D موجودة و L موجودة بس ما عنديش مين فحعمل زي المسألة اللي فاتت TN equal for T1 ونطلع ال N ونجيب sum بتاحه لما هنعمل ده ما احنا جبنا النيوميليتور نفس الكلام حيحصل بالنسبة اللي هي جالها لدي نوميليتور في الدي نوميليتور نفس الكلام دي عبارة عن sequence 2 و 5 و 8 و في الماشي up to 44 فالAE عندك بكم هنا ب2 و D بكم ب3 و L بكم برضه ما عنديش ال N فحل لها بالظبط زي السؤال ده كده هطلع ال N و كده بقى جيب الصم تعال بص مستر ياسر تساف time عمل ايه هنا ربصينا على مستر ياسر قال لي يا مستر دي sequence خدت TN مشيت معاها لحد ما جبت ال N ومتجبت الصم يا مستر ياسر بتاع 21 تلع 441 و ده هو enumerator 441 جبني الدي نوميليتور نفس الكلام جبت إيهني في 15 جبت الصم في 15 بتاع ده ومتحلتهم فوق بعض هنا يبدأ الدي نوميليتور و ده هو الدي نوميليتور أعيز الصم عن ايا يبقى انت تسألني يا مستر ياسر عن الصم عليها عليها من أول T9 إلى T17 إلى T17 من أول T9 10 11 12 13 14 15 16 17 كم واحد دول؟ نعم طلب لي يا مستر إنك خط دي وخط دي خط البداية وخط النهاية بدأت العشرة يجيب ال N لما يكون كده مش بدأ من الأول بدأ من أي مكان لأي مكان تاني فأنا لازم يا محترامين أخذ الكبير مع ناس الصغير بلس كام؟ نعم كده عندي ال N أي طب والسيكوينس قال لي R يبقى أنا حجم مع كم تر ها؟ 9 بس طب السيكوينس اللي ديتها من الأول هنا ال A بتاعت السيكوينس 93 و D بتاعت السيكوينس نجد 4 ده ده أي طب أنت عايز تجيب ال S N مش S N عبارة يا مستر ياسر عن N over 2 وأحط هنا كده 2 A بلس N مينس 1 D قال لي آه صح يا مستر ياسر بس في نقطة يا مستر ياسر ال A داية مش أصلية ال A داية اللي انت هتبدأ من عندها تعمل Add أنا حبدأ فروم T9 يبقى نتقشك يا مستر انك تكتب كده N over 2 وتحط 2 T9 بلس N مينس 1 وهنا D تمام؟ عندك حل من اثنين بقى يتفك T9 مكانها كده A plus AD لها T9 عليها أو تجيبها له بردك انا من المريكا البلد هتركيح تحطها تاني فانا وجيت قلت كده يبقى أنا عندي كده S أنا هجمع 9 يا مستر يبقى S 9 equal 9 over 2 وده يتعبار عن 2 وهفكها A plus AD ده كل ده و T9 عشان ده استخدم بقى الاثنين دول أنا عندي plus N minus 1 فهقلل من D واحدة تبقى AD وساعتها يا محترمين هقومت بالA والD اللي عندي هنا أقدر أجيبه بالS9 اللي هو عايز حد عنده أي comment حد يزعمل سابسيتيوشن فاهمين؟ صح؟ همين؟ A وعا A وعا دي اللي هنا عن A ده تتحط اللي عادية؟ لا اللي مبدأ من عندها AD هو بدأ يعملتها الصم from من عندي T9 90 تير لغاية 17 تير طب كمان واحدة كده خمس مسائل كنت دائما بقولك find the sum find the sum find the sum تعالوا نشوف يا مستر ياسر لما قولي find the number of terms يبقى بيسألني على ال-N شخصيا الراجل ده بيسألني على ال-N شخصيا يا مستر ياسر طب لما يسألك عن-N يا محترم إدك إيه؟ قال لي who's the first term إدك A ب-98 إدك إيه تاني؟ قال لي كمان common difference إدي عندي ب-4 إدي إيه كمان؟ قال لي إدي عندي sum equal 0 يعني لديك S بتاع كله equal 0 يبقى الداني ال-A وال-D وال-S هطلب إذا ما قلت لك ويديك 3 يطلب الإيه؟ الرابعة وبالتالي يا مستر ياسر أنا هقول له هنا أنا عندي S-N هي ب-0 يبقى عندي N over 2 وعندي هنا كده 2A plus وعندي N minus 1 دي الكلام ده كله يقوى الكام؟ أسأل سؤال إنت عندك في left hand side كم term؟ فيه concept واعي من إده محتاجين إحنا ندمه إيه هو concept يا محترمين؟ إنها لما أقولك كده X plus Y plus Z L دول كم term؟ 3 ليه مش 4؟ عشان دول فيه حالة times طب لو قلت X plus Y plus Z multiply A plus B دول كم term؟ 3 ليه مش 4؟ عشان ما فكينا هومش لو فكينا Z A plus Z B و 4 لكن دول كده كيان واحد لاني بينهم times إمتى بـ 4؟ لو عملت شاشلت الـ bracket Z A و Z B يبقى في الحالة دي كده ده كيان وده كيان وده كيان وده كيان فنفس الكلام N over 2 عملة multiply مع الكيان ده كله ونميل بس بالآخر هم حكتين times بعض لكن ده كده يا مستر ياسر هو X وده كله كده هو Y times بعض E equal zero خلاص يبقى هو one term بالمنظر ده one term بالمنظر ده كده بالمنظر ده كده يا شباب دول كده three terms بص معي كده عد معي عد معي كده عد معي كده ادي واحد اتنين ثلاثة لكن لو كتبتها X plus Y وفكينا بقى وقلنا Z A plus Z B كده يا مستر بقى عندي أربعة term لكن قبل ما فكهم ثلاثة هنا برضه قبل ما فكهم واحدة بس كل ده كيان واحد لانه في حالة مرتبطة لما قولك X Y Z L ده كيان واحد ده term واحد حتى وفي كتير حتى لو قلت X Y وحطيت A plus B وهنا حطيت L plus 2 M كل ده حاجة واحدة لانه كله تعمز بعض لما تفكي حلها ربانه كده من المنظر ده ده باي ده باي ده باي ده باي ده كله حاجة ايه حاجة واحدة one term طب جميل جدا مهم انك تعرف فيه كم term ما عندك او لقاء مهم جدا 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 ازاي يا مستر ياسر اني انا بيكون عندي هنا كده X equal مثلا 2 Y وهعمل multiply 3 بعمل time 3 هنا وبعمل time 3 هنا ده واحد وواحد فيبقى 3 X equal 6 Y كان يكون عندي X plus Y equal 7 وعمل باي 3 فبعمل باي 3 هنا وهنا 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 يبقى عدل المرات الملتبلاي بعمل الملتبلاي كم مرة خاصة it depends on the number of terms it depends on the number of a it depends on the number of a فالطالب لو ما حديتش number of terms صح خيعمل simplify غلط يعمل times غلط فلازم تحدد number of a a terms فما يكون عندي قدام عيني في left hand side one turn وفي right hand side one turn فنحن جاي عامل by 2 مرة واحدة by 2 دي تعمل by 2 مرة في الشمال by 2 مرة في اليمين وبالتالي 2 ت cancel مع 2 فيبقى عند حضرتك إن ال-N وده يفضل زي ما هو يا مستر ياسر وممكن لو انت حابب انك تعمل فيه substitution فممكن تعمل substitution وتحط ما كان ال-A دية 98 فيبقى 196 وتسيب دي زي ما هي كده وتحط ما كان يدين negative 4 equals 0 by 2 بزيرو قال لي مستر لما يكون عندك كيان وكيان تاني الاثنين times بعض equals 0 يبقى الأولان بزيرو وطبعا ده حيبقى refuse ده عشان معناه أنه ما فيش ترمات أو التاني بزيرو اللي هو 196 بلص مش بلص بقى ممكن ادخل نكتب 4 هنا وهنا خلاص خليها plus 4 minus 4N equals g 0 ساعدها يا مستر ده 200 هيعدين سيبها زي ما هي وعددين نحية التانية بالبسط فيبقى 4N تبقى ال-N equals g بيقولي هنا يا مستر find the sum of the first 12 terms of this sequence D sequence يا مستر اتراف R D sequence مش هيعلمتك لما يكون فيها exponents of first degree in N يعني N فيها 1 this is a arithmetic sequence and in this case common difference is the coefficient of N فالشاطر الي قدامي الوقت يقولي يا مستر سيكونس. وقد اجيب لك الا وقد اجيب لك الدي. الدي بسري. مش بتاكي الكلام. الا جايز بيحتاجه منك بس عملية addition بسيطة. لان الا هي عبارة عن تي وان. جس حتحط وان هنا وان هنا. يبقى عندك ثري باي وان بثري بلاس تو ايكوال فايب. يعني انت عندك الا وعندك الدي. هو عايز او دا فرست او يعني حبدأ من اول خالق. فاخد الا بتاعت السيكونس. هي هي الا بتاعت قانون السم. فحقول يبقى انا عندي الا موجودة والدي وعند الان كمان هجمع 12 من 3 دول يا مستر ياسر. حد اجيب اس ان. وحط ان اوفر 2. وحط هنا كده ايه. بلاس ان ماينس وان دي. ونعمل سبستيتيوش. وتعلمنا الماضي الفات ازاي الماضي رايح جاي. بديك المنظر دا تعرف تجيب السيكونس. لان خلاص السيكونس جات. هحط 5 وزو 3 وزو 3. انت صن. ولو جاب لي كده. كنت باعها في جيب تي ان. اللي هو الانت تيرم. وعملناها لنهض اول ما بدأنا زي الماضي اللي سألني بالاتجاب ازاي. بيقولي هنا. how many terms. بيسألني على الان. تقوله بانت مديني ايه بعد. قال لي يا مستر. are to be taken from this sequence. السيكونس دي يا جمعة لما اشتغل فيها. انا ده وطلع منها ال a. بكامل a. وطلع d. بكامل d. ربنا يحميكو حبائبي. starting من first. الكلمة دي مهمة. يبقى انا حبدأ من اول. فال a بتاعت السيكونس. we can't consider it as a بتاعت الصم. صاد شذال. ده الصم. مديني الصم بتاعهم. بقى كام حبائبي الحلوين. 100. قال لي اكسب ليني two answers. نحل لي بس الاول يا مستر. قال لي خلاص ما انت عايز انه عندك a و t و s. مش انت عندك يا محترم ان s n equals زينا 100. السؤال اللي بتحت نفسه علينا. انا عندي كام ترمي في left hand side. في اليمين. وحامل بيتون مالا واحدة. فحامل بيتون ناحية دي. وحامل بيتون ناحية التانية. فهو اللي يا مستر ياسر اتوديت حتلوهمها التودية يبقى ال end. وهفتح بركت. two by a. الا ب thirty. يبقى two by thirty sixty. plus n minus one. ودي عندي بقام ب negative five. كل ده كده equals the cam two hundred. طيب اتنين ملتبلاي بعض equal two hundred. يبقى الاولين يا محترمين ها. بتو هندرد. او التاني يا محترمين بكام. او التاني ده كولك two hundred. او انا جاي اعمل لك كده اهو. وميديك زيلو. ينفع اعمل كده. او انا عندي two hundred. مع مية كان ده بيحصل. مع زيلو بس. ينهر ابيض. ومن يعمل يا مستر. فاكر زمان لما كان المستر يقول لك كده. اكس واكس ماينس سري ايكوال فور. هل دي فور ودي فور؟ لا ابدا. كان بيحصل ايه. ايه كنت بفك الاول وقوله اكس سكوارب ده مينس سري اكس. ورجع الفور وراء بنيجيتف فور ايكوال زيرو. ورجع اعمل ايه. اذا نفس الكلام زي عام السمبلفوي. حسيب الان. وافتح بركض. وقوله سكستي امستر مينس 5 ان بلاس 5. ايكوال 200. سكستي مع 5. يبقى الان عندي سكستي 5 مينس 5 ان. ايكوال 200. دخل انه جوه. تبقى سكستي 5 ان مينس 5 ان سكوار مينس 200 ايكوال زيرو. اعمري ارانج دي سنديج لي. واعمل دفايدل باي نيجيتف فايف. عشان ان سكوارب تيجي بالبوستيف. ويبقى نيجيتف فورتين ان بلاس 40 ايكوال ان غران زيرو. معنى كده ان انت عندك الان تطلع معالب فايف. والان تطلع معالب ايه. بموت فايف سري عندك. مستر ياسر انا مش حاسس الموضوع. يعني انت بتتكلم بجد. يعني لو جمعت جبت الصم بتاع 5. يطلع 100. لو جبت الصم بتاع 8 يطلع 100. طب ازاي يا مستر اجمع ايه انفع. ايه انفع. ايه انفع الاس بتاع 5 ترمات الصم لما رمع 5 ازاي مرمع 8. مستر ابطل. اولو منبطل. ايه انت لو بسيت على السيكوان ستعرف. السيكوان ستعرف عن كام ها. 30. 25. 20. طب دي ديجي نحسها مع بعض. تعالي نحس مع بعض. لو انا جيت عملت كده قلت 30. وكده قلت عندي 25. نقص 5. وكمان خمسة. 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 فين اول خمسة? واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. دول الصم بتاعهم كام? قال لي ديت يا مستر 50. 60. 60. 40. يبقى فعلا الخمسة دول. الاس بتاع الخمسة دول يا مستر ياسر ايكوان. قال طب دول 100. ومعايا خمسة. 105. 105. 105. 105. مقاس خمسة. اه. يا ابن اللعيبة. عشان بقى بينقص. يا ابن اللعيبة. صدق عفريت. والله يعني معاكده يا مستر ياسر. اننا اننا يا مستر ياسر لو جيت لو جيت خدت كده هندرد هندرد فايف هندرد فايف هندرد تاني يبقى كمان دول يا مستر الاس بتاع التمانية دول هم كمان بهندرد. يبقى الاكسبلين بتاعي حاقول له يا مستر ده الاكسبلين. ده كده الاكسبلين بتاعك اللي انت هتتيبه في الامتحانة عشان تاخد الدرقة بتاعتك. الس 5 equals اس 8 because of t6 و t7 و t8. الصن بتاعهم اساسا 0. the unneutral. لان هتماشي negative 5 فمعنى كده ان ما بعد 5 لغاية 8 ده اقوى كزيرو وده اكسي بغاية حكما انه الماس. لو قلتها هتفايند سيكوانس يعني ايه فايند سيكوانس؟ فايند هو دي. يبقى بسأني عن كم قنون دلوقتي؟ اثنين. قال لي انويتش ده سمو في فرست تين ترميز انت ايكوالز. او ايه هنا او هنا في كزا معلومة. الصم ب120. وحبدأ من اول وحاخد عشرة ترميز. او امديك يا محترب. اس تين ايكوال 120 بس ده ده من الفرست. يعني ايه من الفرست؟ يعني الايه بتاعت السيكوانس هي الايه بتاعت الصم. ايه طبما انت معنى كده يا مستر ياسر ان انت مديني الصم ب120 ومديني الان بتن ومخبي مني الايه والدي اللي انا بيدور عليهم. فهم جدك علاقة تانية. قال لك and. الصم بتاع نيكست سيكس ترميز. اه. يبقى الصم بتاع ستة كمان بس كلمة نيكست. نيكست مين؟ نيكست الاول عشرة. يبقى لما يكون عندي من واحد لتحد تين من وان لتين دول لهم صم. والصم بتاع ستة اللي بعد كده يبقى حبدأ من دي كام. يبقى كلمة نيكست دي. حتقولي ان الايه بتاعتك هي تي 11. في القانون. ومديك الان عندك بسيكس ومديك الصم بتاعتك بكامعة ب160. تعاين جيب علاقة من دي وعلاقة من دي. القانون يقول لك N over 2. وعندي هنا 2 A plus N minus 1. وعندك اصلا ال N بتن. يبقى plus 9. يبقى عندي 9 D. الكلام ده كله equal 120. يبقى انت عنك ال 9 دي هيعبار عن N minus 1. انا لا عندي الايه ولا عندي ال D لكن انا عندي ال N بتن وعندي الصم ب120. فال N تحطت هنا وN minus 1 بقى 9. طبعا ده 5. ال 5 تروح مع ديك 24. يبقى انت من الاخر عندك ال 2 A plus 9 D equal the cam. ودي اول علاقة تجمع بين ال A و D. بعد كده. قال لي يا مستر ياسر N over 2. فانا عندي ال N بسيكس هيت. وفتح حط 2 A. ال A بتاعتك هي ال next لل 10. اللي هي تيكام يا رجالة 11. plus N minus 1. فلو N بسيكس يبقى N minus 1 يبقى 5 D. الكلام ده كله equal 168. ده بسري. اعمل divided 3 هنا. هيطلع معايا 56. فهيبقى عندي 2. وعندي ده هتتفك ال A plus 10 D. ونزل ال 5 D. equal 56. هدخل ال 2 هنا وهنا. فهيبقى عندي 2 A plus. ها. 20 وفي 5 يبقى 25 D equal 56. اختف ده كله. واعمل mode 5 1. جبت السيكس. يبقى هنا خلاني يا مستر ادك ال S وال N بشكل. وال S وال N بشكل تاني. عشان اطلع 2 relations يعني 2 unknowns A and D. وبالتالي عندما اجيب ال A وال D بحيطل مني في الامتحان ال sequence. عشان تفاهم ان find the sequence يعني find A and D. لما اجيب S and D. حنجيب S1. وحنجيب S2. وحنجيب S3. S1 بكم عندي؟ احط هنا 1 وهنا 1. هيطلع 7. احط هنا 2 وهنا 2. هيطلع 8 و 10 18. هحط هنا 3 تبقى 9 18 و 15 تبقى 33. يعني S3. S3 يعني جمع الترم الاولاني والترم التاني والترم التات. فهو الصنب بتاعي الثلاثة مع بعض. يعني S2. يعني جمع T1 وجمع T cam 2 مع بعض. الصنب بتاعي 2. يعني S1. S1 يعني جمع ده الواحدة مش منطقية. بس هو هو A. يبقى حنجيب هنتعلم ان T1 هو S1 و هو A. يبقى السيكونس بتاعتي اولها 7. طب بالعقل كده. لو انا اول واحد عندي هو S1 ب7. ولما جمع الاول مع التاني اداني 18. تفتكر 7. اجمعها مع مين اعملت دراس مع مين تدي 18. 11. شطرة. 11 صح. عشان السنب بتاعي بها 18. انت عارف ان انا ممكن احصل على T2 بطريقة تانية؟ ازي يا مستر ياسر. ان انا يا محترمة او معامل كده. او معامل 18-7 في تدي 11. إذا T2 دلوقتي انا ممكن اجيب S بتاع 2 او معامل فعلا صح. معامل S2 انا نجمع الاول والتاني. طب اجيب منها S1 يبقى ثاني لوحده. طب لو عايز T5 اجيب S بتاع الخمسة. و اجيب S بتاع اول اربعة يبقى الخمس لوحده. إذا نبقى لو انا عايز T3 هجيب S بتاع 3 منس S بتاع 2 ده منس ده. فعلا زودت 4 زودت 4 and so on. يبقى دلوقتي يا مستر لو اديك N اللي بالمنظر ده عبارة عن two bases. قالي طب ايه الكلام ده؟ قالي ال N ماذا يا مستر ياسر؟ اللي فوق لو ال N odd واللي تحت لو ال N even يعني ال N اللي هي مين؟ ال other. يعني معا كده لو انا عندي TN كده. هاخده N minus 4 ده. بس ال N تكون odd. يعني ايه ال N odd؟ يعني ال N 1. ال N دي احطها ب 1. احطها ب 3. احطها ب 5. وابدأ يا مستر احسبها. لو حطيت 1 هتديني negative 2. لو حطيت 3 هتديني 2. لو حطيت 5 هتديني 6. يبقى ال sequence شكلها negative 2. 2. 6. and so on. الايه عندك بالكام هنا؟ والديب كام هنا؟ 4. مش دمعنا ازاي كمال 4؟ طيب ازاي هنا 4 وهنا 2؟ مين يعفو علي؟ ازاي ال minus 4 وهنا 2؟ شاهده ال coefficient هو D؟ قال لي انت مش بتاتيم انت واحد واحد ثلاثة خمسة انت بتنط اتنين. طيب يعني ال D بقى ضابط. طيب. من ناحية التانية مستر ياسر. قال TN التانية هكيني بعيدة من الاول خلصة. من الاول خلصة تحت بقى. negative 3N بلاس 1. والن هنا ما لها يا جماعة even. يعني تاخد كام؟ 2 و 4 و 6. قال طيب equal equal equal. لو حطيت ال 2 هنا هو يديه negative 5. حطيت 4 negative 11. حطيت 6 negative 17. يبقى سيكونسة عاملة ازاي؟ طيب. بالمنظر دا كده يا مستر ياسر. الأب كام؟ والديب كام؟ ليه توايز ديت؟ نفس السبب. لو هم كلهم 25. فيهم كام odd و كام even. قال انا هشيه 25 على جنب. و همسك 24. بما يقول لله. 12 odd و 12 even. و هم جايب 25. يبقى عندي هنا كام واحد. و هنا عندي كام واحد. وهي دي التكة بتاع المسألة. لو عندك ال و عندك ال N و عندك ال A و عندك ال D تجيب تم 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 فاتل 23 قط. ولو عندك ال N و عندك ال A و عندك ال D تجيب تم 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 تقصر 43-かったrem прот سيكونسة 12. و اعذき賽. احنا لو كتبنا السيكونس apparently First Когда T1 تم تعطيها في ثمسة Brazilian If i 1 imagines T1 من هنا و To i 2 و To T3 من هنا و To I C4 من هنا و To i 5 pen Tao و To i 60 من هنا و فكرت تعمل شكل السيكونس ستجدها ريب جدا. هتحط negative 2. T2 ب negative 5. يبقى صغرت. كده هنا 2. كبرت. كده تعيز negative 11. alternating 6. negative 17. هتلاقيها ماشية يا مستة يا ياسم. مش مدية. هي كلها على بعضها. شكلها ما يديش arithmetic sequence. بس لو خدنا القد الواحده. هيدي sequence. اهو. ولو خدنا even يدي ايه? sequence. وانا عايز اجمع 25 double-as 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 double-as. كلهم بالاصبع ده اعمل ايه? اي لا اشتغل هي الواحدها. بس هتجمع 12 بس في even. اما في الوضع تجمع كم؟ 13. خط ايه ده على ده. يديك يا مستة يا ياسم بتاع 25 كلهم. اهمناها؟ في الهومورك هتديك ثلاثة بيز. مش قده even بقى. هقسمها حسب diffusibility. هميني ازاي؟ اشتطرع عندي كل الطابة بتاعها بتكتب ده وتديب دول وتعمل sequence وطلع دول. ما حدش عنده مشكلة ان يجيب ال a وال d. كله بيعف يعملها. التيتا كلها والشطارة كلها في انك تحدد ال n الصح ازاي؟ بحيث يبقى الصن بتاعهم هم 25. لو هو عايز 25 يعني. فاهمين قصد ايه؟ دي الفكرة كلها. ده انا عملته تحت. عملت كده. قلت ديت يا مستة تيكس 1-2-3. جبت sequence اهي. وقلت عندي يا مستة ال n اهي. وجبت الصن بتاع ال odd بس. ونفس الكلام في ال even حطيتهم مع بعض اداني ان هو لما جمع 25 terms هيطلع كله كام ها؟ negative hundred seventy. وساعدنا بلقائكم ونرجو ان كنت اسعدناكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. شكرا